ثمن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي مواقف الصين من القضية الفلسطينية وتناول تطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلية على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وشدد على ضرورة الاطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية والهجرة بنظره الصيني وانجي وذلك على همش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك كما تطرق عبدالعاطي إلى قضية الأمن المائي والسد الإثيوبية حيث شدد على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها كما أكد رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخلف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود وطفق الوزيران على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر